لا تكاد تغيب عن المشهد حتى تعود لتضرب وتستبيح العمق السوري وتشعل صواريخها الأجواء مجددا حيث نفذت مقاتلات حربية إسرائيلية هجمات من اتجاه الجولان المحتل على مواقع جنوب غربي العاصمة دمشق تسببت بحسب إعلام النظام بإصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا قال إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقعا تابعا للحرس الثوري الإيراني داخل اللواء 75 الواقعي على أطراف بلدة المقليبة غربي دمشق بغارتين متتاليتين أسفرت عن اندلاع حريق في نقطتين متفرقتين من اللواء استمر لأكثر من ساعة تبعتها حركة كثيفة لسيارات الإسعاف والإطفاء في محيط المنطقة المصدر أكد أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقعا آخر يتبع للميليشيات الإيرانية داخل مركز تدريب أغرار الفرقة العاشرة الواقعي على الأطراف الشمالية لمدينة قطن بغارتين أيضا مؤكدا أن المدينة شهدت حركة لسيارات الإسعاف ما يشير إلى وقوع إصابات بين صفوف العناصر شنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت أهدافا إيرانية وأخرى لميليشيا حزب الله اللبناني ومواقع لقوات النظام بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق عدة ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا شكرا